اشتركوا في القناة يا جماعة تذكروا هذا المشهد لا تنسوه هذا المشهد يجب أن يكون مثلاً أمامكم لكي تتأكدوا أن لابد من التصويت عشان نختار رئيس جديد عشان الموضوع انتهى عايزين نقفل الصفحة بنهاية على فكرة هي الصفحة تقفلت ولو معنا عشرة مليون هي تقفلت ولو معنا ريس بستة سبعة مليون هي الموضوع انتهى لكن احنا بنبحث عن تصويت حاشد يؤكد للعالم أن هذه إرادة المصريين على فكرة العالم كله خلاص هيقولك أوكي ديمقراطية 50 plus 1 خلص ما فيش مشكلة الموضوع شرعي وما عندناش أي مشكلة لكن احنا اللي طمعين احنا اللي عايزين أن نظهر إرادة المصريين في أبهى صورها احنا اللي عايزين الأرقام تكون كبيرة ممكن قوي الاثنين مرشحين بوش ألعانين خالص لأن في النهاية فيه مرشح يجيب ستة مرشح يجيب تلاتة مرشح يجيب سبعة مرشح يجيب أربعة في النهاية فيه رابح وفيه خاسر بأي رقم بزيادة مليون بزيادة 500 ألف بزيادة 2 مليون لكن احنا عايزين رقم يعني نفخر به أمام العالم هذه بلد التسعين مليون فاحنا لما بنقول ان احنا كتلة الانتخابية بتاعتنا 54 مليون نتمنى ان احنا نصل إلى 50% نتمنى ان نصل إلى 50% مشيري السيزي كان بتكلم على 40 مليون احنا حلمنا احنا بقول 26 يوم 26 اتمنى ان نصل إلى 50% عايزين نشوف بكرة أداء يصل بنا إلى 50% وبوجه كلامي مرة أخرى لأقباط مصر اللي هم يعني مش عقول شركاء اللي هم مصريين تذكروا من حرق الكنائس تذكروا من عرضكم لكل هذا العذاب تذكروا القص اللي مات وقتل في سينة يعني نتذكر كل هذه تذكروا الإرهاب الذي تعرضتم إليه في الانتخابات الماضية مرسي وشفيق لما كنتوا عايزين تطلعوا تصواتوا لشفيق وكانوا بيخوفوكوا في الجماعة الإسلامية والإخوان كانوا بيخوفوكوا في القرى والنجوع تذكروا ذلك الآن لديك الحرية الآن لديك الرأي الآن تستطيع أن تصنع المستقبل لما بقى ما تصنعش المستقبل ولا تشارك في صنع المستقبل فأرجوك يعني أنت بقى حتعد بنان الندم